برح انطلق أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان المياه والمناخ بناء مجتمعات مارينة برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية انطلق الأسبوع بالتزامن مع استضافة مصر لفعاليات أسبوع المياه الإفريقي اللي بتصديفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة شاهد كمان انطلق الأسبوع فعاليات واتفاقيات وكمان مبادرات مصرية أفريقية وأوروبية ده بهدف حماية الموارد المائية في مصر والقارة الأفريقية خلونا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور خالد وصيف مساعد وزير الراي اللي بنوارد النهاردة في الستوديو صباح الخير على حضرتك وأهلا بي خلينا نتكلم يا فندم عن الأهداف الرئيسية اللي بيسعى لها أسبوع القاهرة للمياه وازاي بيساهم في دعم جهود مصر والقارة الأفريقية بشكل عام في حماية أو في مجال الموارد المائية أسبوع القاهرة دي نسخة سبعة يعني أمضينا ست أعوام بنعقد فيه هذا الأسبوع يعني هو حفر مجرى أساسي لملخشة موضوعات المياه على مستوى الدولي فأسبوع القاهرة بيتناقش فيه كل الموضوعات المتعلقة بالمياه وبالزراعة وبالطاقة على المستوى الدولي منظمات دولية بتحضروا ممثلين لدول وزراء بيحضروا بيتم المناقشة واسعة للوصول إلى حلول لتحديات التي بتواجهها الموارد المائية الحقيقة التحديات دي مش مصر فقط متواجهة على مستوى العالم تغيرات المناخية تغيرات بتصيب العالم كله ومناطق تعاني من جفاف ومناطق تعاني من سيول ارتفاع من سيول مياه البحر محتاجين لحلول تقنية وحلول عملية لتلك التحديات فلابد من تضافر الجهود على مستوى الدولي ومستوى الإقليمي والمستوى المحلي لتعاون معها ده المنطلق اللي بدأ منه اسبوع القهر المياه وقدى الاستمرار كل تلك السنوات دكتور هكذا أحداث يعني ومنتديات وأسابيع بتصدفها مصر في سياق المياه في سياق المناخ بيبقى لها هدف ورسالة رئيسية بتحاول مصر أن هي توصلها للعالم ألا وهي قضية المياه بالنسبة لمصر شايف الأسبوع ده إزاي في توصيل هذه الرسالة الحقيقة أعتقد أن الأسبوع بنسخ الماضيع لسه يعني بديئين أمس بنسخ الماضيع استطاع أن يضع المياه على قمة الأجندة الدولية منذ عامين في شرب الشيخ تم وضع المياه في قمة المناخ وده كان لأول مرة في الكوب 27 تم وضع المياه في قمة المناخ فده كان إنجاز كبير المياه هي شيء أساسي لتحقيق التنمية اللي بنستهدفها جميعا وبالنسبة للمنطقة منطقة التحوض النيل والمنطقة العربية بنعاني من جفاف ومهدودية موارد مائية فأحنا أولى بالتعامل مع تلك الخضية وضعها على سلم أولويات الأجندة الدولية ده في المنتهى الأهمية حضرتك لسه كنت بتقول دلوقتي أن أمبارح لسه كان أول يوم للفعاليات وزي ما كنا لسه بنتكلم أنه كان فيه العديد من المبادرات والاتفاقيات اللي تم إجراها أمبارح حابين نعرف عن أهم الفعاليات أمبارح اللي حصل طبعا بلا شك أهم حدث أمبارحي كلمة فخمت الرئيس الرئيس أكد أن المياه على قمة أولويات الدولة المصرية وأن نهر النيل هو المصر الأساسي للمياه في مصر بنسبة تتجاوز 98% هذه المعلومة البسيطة يعني يجب أن نرددها ونطرقها ونؤكد عليها في جميع المحافر أن مصر دولة في منطقة جافة وتعاني من محدودية الموارد المائية من هذا المنطلق بنأتي إلى كلمة دولة رئيس الوزراء اللي هو أكد أيضا على التعاون مع دول حض النيل مصر تقدم معونات فنية ومشروعات أكتر من 400 مشروع حتى الآن تم تقديمه لستة من دول حض النيل فكرة التعاون يعني المحدودية الحل أو الطريق لها هو التعاون كلمة وزير الموارد المائية والري تحدثت عن نقطة في منتهى الأهمية أن كمية المياه المتساقطة في أعالي النيل تبلغ 1600 مليار متر مكاعدة بينما الكمية التي تصل إلى مصر لا تتعدى 3% من تلك الكمية إذن نحن نعاني من فوائد من المياه ولكن لاستخدام هذه الفوائد نحتاج إلى بناء أساسية ومشروعات الطبيق له هو التعاون فالرسالة المصرية في هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة والمؤتمرات القادمة تدعو للتعاون للاستفادة من هذه الكمية إلى من المياه التي تهضر ولا يستفد منها نتيجة غياب بنية أساسية في دول حض النيل دكتور حدك تكلمت في نقطة مهمة جدا اللي هي مصر بوصفها اللاعب الرئيسي في القارة الأفريقية بتقدم دعم للدول الأفريقية بشكل عام ولدول حوض النيل بشكل خاص تكلمت عن مشاريع تنموية دور هذه المشاريع دور الدولة المصرية في دعم الدول الأفريقية في تثبيت ركائن الدولة المصرية كرائدة في القارة الأفريقية الحقيقة يمكن أنني قد تكون شاية مجروحة لأنني أنا من أبناء مدرسة الرئي المصرية يعني مصر بتقدم مشروعات في منتهى الأهمية للدول الأفريقية وأكملنا أن البرنامج والتلميزون المصري يذهب إلى كينيا وغندا وتنزانيا والدول الأفريقية بتقدم مشروعات سواء لمياه الشرب ونقيم أيضا سدود ليس لدينا مشكلة مع السدود طالما بتتم بتعاون وتنصيق في دور آخر مصر تقوم به هذا العام أننا رؤساء لمجلس وزراء المياه للأفريقية على مستوى أفريقية كلها فمصر تعبر عن المياه في أفريقيا أمام المنظمات الدولية والدول المنحة وضع أولويات المشروعات التدريب أنا عايز أقول أن مصر أنشأت مركز لتدريب الإفريقي وهذا المركز قام بتدريب أكتر من 200 باحث ومهندس إفريقي حتى الآن لدينا خطة خلال الثلاثة عامل قادمة أن يتم تدريب ألفين مهندس وباحث إفريقي فطبعاً دي خطة طموحة وده شيء طبيعي للدور المصري اللي بتقوم به الدوائر المصرية المعروفة الدور المصري بتقوم به في القارة إفريقي طيب حضرية كنت لسا بتتكلم دلوقتي أنه يعني إحنا لازم يكون فيه تعاون أو مصر بتحث على التعاون ما بين دول حوض النيل لمواجهة التحديات خليني أقول اللي بيواجهها الدول من أزمة المياه والتغيرات المناخية موقف دول حوض النيل هل الدول الأخرى المشاركة تعي هذه الأزمة الكبيرة؟ يعني أعيز أقول لحضر لك المواقف مختلفة المواقف مختلفة لكن اليد المصرية ممدودة لكل الدول بتعاون وده اللي إحنا دايماً هذه الرسالة المسوقة في جميع المحافل الدولية ندعو لتعاون أن كمية المياه تكفي الجميع بإقامة مشروعات وبالتالي وبالتالي دول مش متضررة بالشكل اللي إحنا ممكن نكون متضررين بيه محدش متضرر أكتر من دول المنبع مصر والسودان وبالتالي أخذ الشواغل دول المصب دول المصب مصر والسودان أخذ الشواغل المصرية والسودانية في الاعتبار ده شيء في ممتع الهمية يعني لازم نؤكد أن مصر والسودان عدد سكانهم هو أكثر من أو يساوي عدد سكان باقي دول حوض النيل يعني نتكلم على مية وستين مية وسبعين مليون نسمة في هذه الدول فبالتالي لابد من أخذ الشواغل المصرية والسودانية في الاعتبار عند أقامة أي مشروعات والنظرة التكملية هي النظرة التي تتفق مع القانون الدولي وتتفق أيضا مع الأسلوب الأمثل لتعاون مع أحواض الأنهار يعني حوض النيل ليس هو الحوض الوحيد على المستوى العالم العالم يعني مليء بأحواض الأنهار وفيه يعني خبرات سابقة في التعامل مع تلك الأحواض ومع وجود مشكلاته مع إقامة سدود لنحن لا نطلب شيئا فريدا ما يتم في أحواض كثيرة على المستوى العالم نطلب تطبيقه في حوض نهر النيل دكتور يعني الشيء بالشيء يذكر يعني وأنا بذكر لبنتي هي في قولة إعدادي فلاقيت فيه تسليط كبير جدا للضوء على أهمية المياه ودول المنبع ودول المصاب والاتفاقيات التي تم توقعها لتنظيم حصص الدول وحقوق وواجبات والتزامات الدول شايف إزاي دور الدولة المصرية في رفع التوعية بالنسبة للأجيال الصغيرة بأهمية المياه في مصر سعيد جدا بملاحظة حضرتك ومع بنت حضرتك بخصوص الموضوع ده لأن ده خد مننا مجهود كبير جدا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إن هي تضع المياه أيضا كموضوع مهم من ضمن المناهج والحقيقة إن إحنا في نهاية هذا الأسبوع هيتم الإعلان عن إطلاق الحملة القومية للحفاظ على المياه بمشاركة وزارات متعددة منها وزارة الطبية والتعليم ووزارة الثقافة ووزارة الزراع ووزارة الإسكان الشركة القابلة المياه الشرب وصرف الصحي حملة قومية هيشارك فيها جميع الوزارات وأيضا منظمات المجتمع المدني وهيئات أخرى الغرب من هذه الحملة هو وضع المياه في الأولوية والترشيد لها ومنطلق الترشيد ليس من منطلق إن إحنا لدينا خوف على مواردنا على الإطلاق لكن لفكرة الترشيد هو مبدأ عام وأساسي إن إحنا هذه المياه يمكن استخدامها في مجال أخر مش بس في المياه يعني الترشيد مش بس في المياه الترشيد طبعا رسالة عامة لكن إحنا بالنسبة لنا الحملة مخصصة للتعامل مع المياه بشكل أفضل من أول رش الشوارع لغسيل السيارات لاستخدامها في الزراعة للرأي الحديث إحنا بتكلم على منظومة جديدة لإدارة المياه المائية اللي هي الطبعة التانية إحنا عندنا تاريخ المصري كله كنا بنتحدث عن إدارة عرض يعني كمية مياه بوزعها لكن إحنا من عشر سنوات بدأنا في المنظومة الجديدة المنظومة الجديدة تتحدث عن تكنولوجيا جديدة لإدارة المياه تطوير أساليب الري استخدام البصيرات والجهزة الحديثة لتحديد الاحتياجات المائية للنباتات يعني بنواكب العالم العالم بيتقدم وبدأ نواكبه استخدام مية التحليف الزراعة وده شيء جديد مصر إن شاء الله بتحفر هذا المجال إن إحنا بنتكلم على تحليف المياه للشرب لا إحنا بنتكلم نلوتي على تحليف المياه للزراعة وطبعا التقنية دي كل يوم سعرها بينخفض نتيجة التقدم الحديث في التكنولوجيات فإحنا بنتكلم أيضا لهذا المجال الإدارة الرقمية للمياه الاستخدام الكميات وليس المناسيب اللي إحنا عمرنا نعرفها عن مهندس الري وعلى البحاري اللي برفع البوابة وبينزل البوابة عن طريق مناسيب لا إحنا بنتكلم على كميات أعرف بالزبط كل تارعة بتاخد كمية مية كحجما قد إيه بالمتر مكعب كل دي منظومة حديثة الجيل التاني من إدارة المية اللي إحنا إن شاء الله بصدد استكمالها وتتحدث عنها النهاردة في سيشان في المؤتمر على التحدث عن ملامح تلك المنظومة الجديدة لإدارة المية طيب على هامش المؤتمر فيه معرض هيتم فيه خليني أقول تنظيم كده بعض أنا مش عارفة هتبقى بوثز معمولة ولا إيه بس يعني هيبقى فيه التكنولوجيا الحديثة للمياه والابتكارات الحديثة كلمنا عن المعرض ده أكتر إيه اللي هيكون معروض فيه أهميته وإنه يكون موجود في المؤتمر هو تم افتتاحه أمس وهم حوالي أكتر من 25 شركة الشركات دي أصحاب براءات اختراع في تعامل مع التكنولوجيا المية مصريين شركات دي مصريين وأجانب مصريين شركات مصرية وشركات أجنبية بشراكات مصرية موجودة وبتعرض المنتجات بتاعتها على الحضور لأنه يهمنا برضو التسويق لهذه المنتجات يعني التسويق لأسليب جديدة متعلقة بالمية فهو ده كان دور المعرض هو مازال مستمر هل من المشاريع دي مثلا درون زي من حضرتك كنت لسه بتتكلم تحليط المياه للطربة تحليط المياه موجود لكن أعتقد الدرون مكانش من جزء من أجزاء المعرض لكن هي تقنية موجودة وموجودة في أماكن كتيرة في العالم وإحنا بنطرق الباب يعني بنفتح الباب وبعد كده الدولة بتتولى هذا الأمر وبمشاركة الخطاع الخاص في استخدام التقنية الجديدة دي هنعدينا تعديات يعني أنا عايز أتكلم على أن التعديات التي تجرع على المجال المائية استخدام الأسئلة الحديثة دي هيسهل جدا جدا في الحديم التعديات وفي معاقبة المرتكبية ده بخلاف الأسوب القديم لأن أنا أقدر أعرف التقنية حصل فين يعني أقدر أعرف عن طريق البرنامج الحاسب الآله قدامي على الشاشة المكان الفلاني حصل فيه تعدي حصل فيه اختلاف فيه على ما أجرم المجال المائية فأقدر أعرفه على طول بمتابعة لأمر الصناعي أقدر أعرفه فبالتالي أقدر أتعامل معاه غير لما نستخدم الأسليب العادية اليدوية ممكن نحتاج أربع خمس تيام عبر المعرفة تعدي ده حصل فين فبالتالي بفقد فرصة التعامل معامل مهد فطبعا أننا أتعامل معاه في البداية ده شيء في منتهى الأهمية والتعديات دي في منتهى الخطورة طبعا إحنا ضدها بكل شكل من الأشكال لأنها بتؤثر على المجرى المائية وبتؤثر على التدفقات المائية ولها مشاكل كبير التلوث يعني بنكتشف أن في حد بيجي وفي ظلمة الليلة وروح رامي حاجة في ترعة طيب ما ده إحنا برضه نجد نعرفه نجد نعرفه منتهى البساطة بالأسليب الحديثة دي دكتور دائما وأبدا القطاع الخاص بيبقى ليه دور مهم جدا في كل خطط الدولة دور القطاع هنا الخاص في إنجاح رؤية الوزارة في صدق في ملوصلة بترشيد استهلاك المياه وكمان زي ما قالت حدك الرقمنة القطاع الخاص يعني القطاع الخاص هو القاطرة الأساسية في هذا الموضوع يعني إحنا بناخد المبادرة وبنطرح الفكرة وبندرسها بشكل بحسي وعلمي لكن في الحقيقة التطبيق والتوسع فيه هو قطاع خاص يعني إحنا لما بنقول دلوقتي إحنا محتاجين نعمل أسليب لتطوير الرأي وإن المزارعين يتجهوا إلى تحديث أسليب الرأي القديمة المزارع نفسه يستطيع عن طريق أي شركة خاصة تقوم بهذا النشاط يعني الرأي بالغمر اللي هو انتهى من العالم كله نحن بنتجه إلى الرأي حديث ده قطاع خاص يعمله مش الدولة اللي هتعمله حتى مشروعات التحلية بعد كده ممكن مشروعات التحلية دي بيقوم بها قطاع خاص لأنها في النهاية هتغطي تكلفها عن طريق العائد المتوقع كجدوة اقتصادية له في محافزات مثلا المستثمرين في قطاع الخاص لا فيش كلام لا فيش محافزات عالية القطاع الزراعي من القطاعات الوعدة من القطاعات الوعدة لأن هي طبعا شيء مطلوب وشيء لا يمكن الاستغناء عنه ومحاصيل الزراعية في منتهى الأممية للمواطنين لا يستطيع العرفاهية فبالتالي الاستثمار فيها بيدر عائد هل الدول الأفريقية أو دول حوض النيل عندهم رؤية موحدة كده تجاه أزمة المياه يعني هل في رؤية بيحاولوا أن هم خليني أقول يحققوها وهل النهاردة المؤتمر ده بيحاولي بلور هذه الرؤية هل توصلنا لرؤية مشتركة خليني أقول الرؤية المصرية واضحة لأنها جزء من الرؤية الدولية والاتفقات الدولية والقوارين الدولية التي تحكم التعامل مع المياه الرؤية المصرية اللي هي جزء من هذه الرؤية العامة بتدعو إلى التكامل والتنسيق في تنفيذ أي مشروعات وده شيء في منتهى المنطقية وفي منتهى الأهمية أيضا وبالتالي هذه الرؤية بنسوق لها مش على مستوى الدول حوض النيل فقط ولكن على المستوى الإقليبي وعلى المستوى الدولي لو هناك رؤية أخرى لو هناك رؤية أخرى نحن نواجهها برؤية ونواجهها بمنطق ونواجهها بآراء علمية وآراء خبراء ده اللي نحن نعمله فهو إذا كان هناك رؤية أخرى نحن نواجه هذه الرؤية برؤية أكثر استقرارا واستدامة وتحقيقة للأهداف البطلوبة شكرا شكرا جزيلا دكتور خالد وصيف مساعد وزير الريب شكرا جزيلا شكرا جزيلا جزيلا شكرا جزيلا 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 آخر شكرا شكرا